السلام عليكم ومرحبا بكم أعزائي الكرام في هذه الحصة الرقم 1 من خلالها سأعطيكم واحد من الرقم 1 فيما يخص الدرس الهندسة الفضائية وفي الأخير من هذا الفيديو سأعطيكم واحد تمارين رقم جوج يحاول أن تخدموه وإن شاء الله عن مقارب سأصير لكم التصحيح إذن بالنسبة لجميع الحصص التي تحلقين بهذا الدرس سألقاء الرواب في صندوق الوصف وإن شاء الله ندزل التصحيح لتمرين هذا إذن التمرين هذا يقول متوازي مستطيلات قائم بمعنى جميع الأوجوه عبارة عن مستطيل بسجف مستطيل مستطيل جميع الأوجوه ليس تتأوجوه عبارة عن مستطيلات قائم بمعنى زوايا قائمة المستطيلات بحيث عندي أب كتسوي ربعة سنتيمتر لذلك أب كتسوي ربعة سنتيمتر أب دي لتا سنتيمتر وهنا أب كتسوي خمسة سنتيمتر إذن شكتسمى هاد أب كتسمى الطول وهاد أب كتسمى العرض وآ أب كتسمى الارتفاع إذن بنسبة السؤال الأول إذن بنسبة السؤال الأول أولا نبين أن بي أف عمودي على المستوى أف جي أش بريت نبين أن بي أف اللي هو هذا المستقيم هذا مستقيم دلغل على الشكل عمودي على المستوى اللي هو أف جي أش يعني هذا المستوى كامل إذن كيف شنغل نبين أن هذا المستقيم عمودي على المستوى كامل عندي واحدة قاعدة كتقول أو واحدة خاصية أو واحدة تعريف تقول لكي نبين أن مستقيم عمودي على المستوى يجب أن يكون هذا المستقيم عمودي على مستقيمين يتقاطعين ويكونن هذا المستوى بمعنى بريت نبين أن BF عمودي على المستوى EFGH خلطنا نجد أن هذا BF عمودي على جوش المستقيمة كي تقضعه لنفذ المستوى للول عندي BF عمودي على FG للول لأن هذا مستقيل وعندي ثاني BF عمودي على EF لأن هذا مستقيل إذن دابع عندي مستقيم عمودي على هذ المستقيمين بجوج هذا يتقطعه في نقطة F إذن سيكون لديه مستوى ما هو المستوى الذي سيكون لديه؟ سيكون لديه المستوى E F G يعني غير هذا المثلث هذا غير هذا المثلث وإذن من بعض ندخل النقطة S S كانت في هذا المستوى إذن بما أن S كانت في هذا المستوى إذن بF سيكون عمودة على المستوى ككل كيف تفهموا أكثر؟ عندي واحد المثال دي المتوازن مستطيلة هو هذا هذا متوازن مستطيلة قائم يعني جميع الأوجه عبارة عن مستطيلة هذا مستطيل هذا الوجه مستطيل هذا الفجر مستطيل هذا اللي هنا مستطيل هذا اللي لتحت مستطيل وهذا اللي هنا مستطيل إذن ما هو السؤال كما ترى رأينا نفس تمرين هنا و نرى هنا ، سأرى أن نستطيع أن هذا encرأة F هذا يكون مستوى كم مستوى كما��운 ؟ ماذا سنقول عندنا this encرى F عمودي على المستقيم هذا لأن هذا مستطيل يعني كهو هنا هنا زاوي قائمة دونك هاهل اللول عمودي على هذا المستقيم الأول وعندي الثاني بE F عمودي على هذا اللي هو أف علش لأن هذا مستطيل إذن عندي مستقيم عمودي على مستقيمين هما هذوا وهذه المستقيمين كاي تقتعوه في واحد نقطة اللي هي أف إذن بE F سيكون عمودي على المستوى EFG ولكن هذه هي أحد أش مازال ما دخلناه في المستوى وبما أن هاد أش كتنتمي لهذا المستوى هذا إذن وبالتالي سيكون بأف عمودي على المستوى ككل إذن سنبدأ في الأجوبة ومن بعد إذن قبل سنكتري بالخصية كيف يقول للتعريف لكي يكون مستقيم عمودي على المستوى يجب أن يكون هذا المستقيم يعني بأف يكون هذا المستقيم هذا عمودي على المستقيم عمودي على مستقيمين إذن خلصين بينا أن هذا المستقيم عمودي على مستقيمين كي هنا للول عندي بأف عمودي على أف جي هيا بأف عمودي على أف جي لدينا بأف عمودي على أف جي علش علش بأف عمودي على أف جي هذا علش عمودي على هذا ها هو في الشكل واللف هنا. لذلك بريت نبين ان علاج بي اف عمودي على اف جي لان هذا مستطيل. اذا ده بك نتكلمه لدينا بي اف عمودي على اف جي لان بي اف جي سي بي اف جي سي مستطيل. هالول. و عندي بي اف عمودي على او اف. و بي اف عمودي على او اف. اذا عندي مستقيم عمودي على مستقيمين. خاصة نبين بلي رهد متقاطعين. بما فانهما. فانهما. يكونان. المستوى. ايش من مستوى اللي كيكون ليا. هادو. اف جي مع اف. كيكون ليا المستوى ا اف جي. يعني هاد هاد التلت هذا او هاد المثلت هذا. يكون المستوى ا ا اف جي. اذا. بما اني هو عندي مستقيم عمودي على مستقيمين. يتقاطعان. اذا. ويكون هذا المستوى إذن بي أف سيكون عمودي على أف جي إذن بي أف عمودي على أف جي إذن دابع عندي بي أف عمودي على أف جي هذا المثلث هذا ولكن خاصلين نقطة أش خاصلين نقطة أش وبما أن أش ضمن المستوى أف جي أش إذن أش كي نفذ المستوى هذا اللي هو أف جي أش ومنه إذن أو فإن بي أف عمودي على مستوى أف جي أش وبالتالي هذا هو الجواب ديال السؤال إذن نعود عندي بي أف عمودي على أف جي لأن هذا مستطيل عندي بي أف عمودي على أف لأن هذا مستطيل عندي هذا وهذا كيتقاطع في النقطة أف إذن كيكون للمستوى أف جي إذن غتكون بي أف عمودي على أف جي هذا وعندي أش كي نفذ المستوى هذا إذن بي أف عمودي على المستوى ككل إذن هناخ دامين في الفضاء إلا شتو هنا يا هاد الزاوية هادي هدا مستوى صبورة راه مستوى ولكن هدا الزاوية العبرترى ما عليك لقواها هي 90 درجة ما عليك لقواها قائمة ولكن في الفضاء راهي قائمة هاوا إذا شتو هنا شكل هدا راهي هادي كان المرسم هنا في الواقع راه يوحن جميع الزاوية قائمة ولكن هنا ما عليك لقوا زاوية قائمة حيث خدام إن هنا في البلان يعني في المستوى ولكن هذا الشكل راه في الفضاء إذن ميزوا بين هادي هاد جوج ديال الحويج إذن نعود لسؤال تاني إذن بالنسبة للسؤال الثاني يستنتج أن بي أف عمود على أش أف أش أف وهذا اللي سنرسم اللي هو أش أف دونك بي أف هو اللي بالحمر عمود على أش أف هذا إذن هنا سنستعمل له واحد الخاصية رقم جوج إذا كان مستقيم عمودي على مستوى فإنه عمودي على جميع المستقيمات المتواجدة ضمن هذا المستوى قالك استنتج يعني مما سابقه شنو عندي قبل عندي بي أف عمودي على المستوى أف جأش يعني عندي هاد بي أف هذا عمودي على المستوى كامل السؤال واش هاد بي أف غيكون عمودي على أش أف طبعا علاش لأن هاد أش أف كين ضمن هذا المستوى إذن باش نبينه أنه مستقيم عمودي على هذا المستقيم هذا خاص أولا يكون عندي هذا المستقيم عمودي على المستوى كامل اللي في هذا HF فعلا داجا عندي هذا BF اللي بالحمر هذا المستقيم BF عمودي على المستوى اللي بالخضر وبما أن هذا المستقيم HF كين في هذا المستوى اللي بالخضر إذن هذا سيكون عمودي على هذا المستقيم إذا كان مستقيم عمودي على المستوى فإنه عمودي على جميع المستقيمات المتواجهة ضمن هذا المستوى إذن لدينا حسب السؤال الأول عندي بف عمودي على المستوى EFGH EF عمودي على المستوى EFGH وبما أن وبما أن هذا HF كان في هذا المستوى وبما أن HF ضمن المستوى EFGH هذا هو الجواب إذن لدي بف عمودي على المستوى EFGH وبما أن HF ضمن هذا المستوى إذن هذا المستقيم سيكون عمودي على هذا المستقيم ندازل السؤال رقم 3 إذن لنسبة للسؤال الثلاثة وحسب FH نريد أن نحسبه هذا FH أو HF نريد أن نحسبه نريد أن نحسبه FH نريد أن نحسبه السؤال الثلاثة لديه زاوية قائمة في E او لا هذا المثلاث الذي يجب زاوية قائمة في جي بحل بحل إذن هنا هو كذلك نريد أن نحسبه FH سنستعمله إما هذه المثلة إما هذه المثلة هذه المثلة هذا EFH قائم الزاوية في E إذن يقدر نطبق عليه مبارهنة فيتاغورس المباشرة إذن سنأخذ لدينا EFH EFH متلة قائم الزاوية أنا أخذه مثلا هذا قائم الزاوية في E إذا أخذت المثلة EFH بحال إذا أخذت المثلة FGH أنا قائم الزاوية في G وهذا قائم الزاوية في E إذن حسب مبارهنة فيتاغورس المباشرة فإن سنطبق هنا مبارهنة فيتاغورس المباشرة على هذه المثلة وهو EFH أشكي تسمى هذا هو الواطر دي المثلة فإن FH و C2 FH و C2 تساوي EF و C2 زائد EH و C2 إذن FH و C2 كيف تساوي أشكي تساوي EF EF هي A B حيث هذه الأضلع بكلهم بحل بحل EF يساوي A B يساوي D C يساوي H بحل بحل أشكي تساوي 4 أشكي تساوي وجد المربعة 25 هي 5 و من ننساوي الوحدة هي سنتيمتر إذن إذن دابلقينا فهد FH 5 سنتيمتر إذن 5 فهد الوحدة ضيادة الموديلات وهذا فيما يخص السؤال رقم 3 سننزل السؤال رقم 4 إذن بنسبة السؤال رقم 4 أحسب BH بحسب BH إذن كيف سنحسب هذا BH إذن هنا سنستعمل واحد المثلث وهو B F H قائم الزاوية في F ربما ما رحب لكم جيد وإنما عندنا هنا في السؤال الثاني إذن لاحظوا هنا السؤال الثاني قلنا بF عمودي على HF هذا بF سنعمودي على FH بما أن هذا عمودي على هذا يعني هذا المثلث هذا سيكون قائم الزاوية في F لدينا مما سابق ما لدينا بF عمودي على HF إذن المثلث BF قائم الزاوية في F في هذا نقطة F إذن لدي BF عمودي على F إذن هذا BF قائم الزاوية في F إذن حسب مبارنة فيتاغورس المباشرة فإن إذن هو ستبق عليه مبارنة فيتاغورس المباشرة لأنه قائم الزاوية في واحد نقطة مبارنة إذن فإن F F حسبنا هنا خمسة خمسة وخمسة وستنان يعني بأش وستنان كي ساوي خمسة وستنان هي خمسة وستنان زائد خمسة وستنان هي خمسة وعشرون سوف بأش trans جدا مربى إذن بأش جدا مربى جدا مربى خمسة هي جدا مربى خمسة وعشرون في جوز يعني أن بأش كتساوي جدا مربى جدا مربى خمسة جدا مربى مربى خمسة جدا وهذه اثنان تبقى لها جد مربع اذا بحش هي خمسة جد مربع اثنان سنتيمتر افوالا نغيبونس اذا هذا فيما يخص يعني سؤال رقم اربعة ندزل السؤال رقم خمسة اذا منسبة لسؤال خامس احسب واحد حجم متوازل المستطيلة ا بي سي د او اف ج اش نحن نحسب الحجم ديال هاد المتوازل المستطيلة ككل لشنك تقول القاعدة في يعني الحجم ديال المتوازل المستطيلات هو الطول الطول في العرض في الارتفاع يعني اللانجورف ولا لارجورف ولا هو طور كيلي كيدر اب في بفي سي لشنك في قصده ا طول بي هو العرض و اش و سي هو اش يعني الارتفاع ننطبقه ننك نعلم ان حجم متوازل المستطيلات هو طول في العرض في الارتفاع اش حال الطول اشن هو الطول هو ا بي في العرض هو او دي في اش الارتفاع هو ا او كتساوي او بي او بي هي اربعة في او دي هي ثلاثة في ا او هو الارتفاع وهو خمسة اذا بعد عملية حساب غلقه هي ستين والواحدة هي سنتيمتر مكعب اذا الواحدة ديالحجم دائما هو مكعب اذا هذا فيما يخص سؤال رقم خمسة عندجو دابل سؤال رقم سي تا اذا من لسبة سادسا تم تصغير هذا المتوازل المستطيلات يعني هاد المتوازل المستطيلة و ا 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 واحد المتوازين المستطيلات صغير وهذا هذا صغرنا هذا كالحجم دياله في واحد ما هي تساوي في واحد هي ستين سنتيمتر مكعد هذا في اتنين اللي هو بريم س بريم دي بريم او بريم اف بريم ج بريم اش بريم اذا النسبة هنا ديال تصغير كا كتساوي واحدة لجوج نسبة ديال تصغير ولا تكبر كتسمة كا اذا في اتنين شح كتساوي بغينا نسبة ديال تصغير بغينا الحجم ديال يعني ديال المتوازين المستطيلات بعد تصغير هذه المتوازين المستطيلات اذا كين واحد العلاقة او القاعدة بين الحجم الجديد والحجم القديم اذا هاي القاعدة نعلم ان اذا الحجم ديال هذا المتوازين المستطيلات الجديد اللي هو في اتنين كي سوي النسبة ديال تصغير او تكبير او سلاتة في الحجم ديال هذا المتوازن المستطيلة الأول يعني القديم V1 هذا القاعدة لكي نخدمه إذن هذا يمكننا نسبة صغير حيث هنا هذا صغرنا أعطنا هذا الشكل ما هو نسبة صغير النسبة صغير واحدة على الجوش نضع واحدة اثنان الكل اس ثلاثة في V1 هو الحجم للمتوازن المستطيلة الذي صغرنا ما سوف تفعل V1 نحسبنا هي 60 كتساوي إذن واحدة على الجوش لكل أسلتها هي واحدة على جوش في واحدة على جوش في واحدة على جوش هي واحدة على تمانية في 60 كتساوي إذن واحدة على تمانية ستين هي ستين مقسومة على تمانية وبالتالي في إثنان يعني الحجم دير هذا المتوازن المستطيلة بعدها تصغير هو 7.5 والواحدة هي سنتيمتر مكعب إذن هذا هو الجواب فيما يخص سؤال رقم 6 وبالتالي يعني الجواب ديال التمرين ككل إذن أتمنى تكونوا فهمتوا شوية يعني يعني من خلال هذا التمرين هذا ومن بين إن شاء الله نصفت لكم يعني 80 آخر يعني فيديو الموالي وبنسبة الروابط ديال الجميع الحصص ترى تلقون في صندوق الوصف إذن هذا هو 8 رقم 2 حول باشي تخرجه وعن ما قريب إن شاء الله نصفت لكم صحيح دياله صحيح نصفت لكم كل يوم نصفت لكم إن شاء الله